هي دي هي دي السنسة ده بقى في التقيل منه سيكون متواجداً نجم نجوم الكرة البرازيلية كاكا كاكا واحد من أهم اللاعبين اللي الواحد حلم وشافهم وتفرج عليهم ولكن أنت تخيل أنه هذا الرجل سيكون متواجداً للتحليل الفني لمباراة أنا بتشرف الحقيقة أنه بيسند إلي تحليلها النجم الثاني هو باتريك فيرا وده واحد من الكل في العالم حبه جداً جداً وشاف تقلقه وهو أيضاً من المدربين اللي ليهم بصمة باتريك فيرا سيكون النجم الأجنبي التالت اللي حيكون موجود في الستوديو التحليلي مع ملوك التحليل اللي مشرفيننا دايماً في كل استوديو وبنحرص على وجودهم لما قدموا من قيمة فنية كبيرة وممتعة ومن أرضية ومساحة كبيرة في مصر وفي الوطن العربي هفضل طول الوقت منحاز جداً لتجربة ولنجاح نجمنا أحمد عفيفي وأحمد عز وتامر بدوي إن شاء الله بإذن الله حيكونوا مشرفيني في الستوديو التحليلي الرئيسي أخبركم التعليق بصوت جابت المتحة شلبي وفارس عوض وسيكون ودي بقى تعال لي بقى عشان دي نقطة مهمة دي كانت نقطة من النقاط المهمة وإحنا بنشتغل عليها الحالات التحكمية ستكون تحت قيادة واحد من أهم الحكام على الإطلاق الحكم الإسباني الشهير سيكون متواجداً في الستوديو التحليلي عقب المباراة لتحليل الفقرات أو الحالات التحكمية هؤلاء هم نجوم الستوديو التحليلي وأيضاً نجوم الملعب لأنه دايماً بقول فريق عمل بالكامل فنجوم الملعب هيبقى فصل الملوجي مرسلنا من أرضية الملعب ومحمد حسنين هيبقى مرسلنا أيضاً من أرضية الملعب نتمنى يا رب إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله إن احنا نتبسط سوا مع بعض والله يعني تعارفين يعني أنا صادق جداً وأمين معاكم الشغل ده مجموعة العمل في الهيئة العمل الترفيه وموسم الرياض تحت قيادة كبيرة ومهمة من معالي المستشار تولكي قال الشيخ شغالة على كل اللي انتوا شايفينه ده عشان يطلع للناس عشان نستتبسط عشان ناس تحس بما قدم أنا بكلمك على تجهيزتين تجهيزة لا علاقة بموسم الرياض والهيئة العمل الترفيه فيما تعلق باستقبال الحدث دي نقطة استقبال الحدث نفسه في المملكة العربية السعودية ونقطة أخرى وهي مهمة في المتعلقة بالستوديو التحليلي ومتعلقة بالمباراة ومتعلقة بالكورة مع فايق وقهوة فايق اللي اتنقلت بالكامل من مصر ترجمة نانسي قنقر